السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله والسلام على رسول الله طلاب الصفة السادس الابتدائي من كامل مع بعض الامتحان اللي كنا بدأنا مع بعض اتكلمنا في الجزء الأول منه على إزاي نحل سؤال الليسنينج واتكلمنا بشقه السؤال الأول منه والتاني واتكلمنا بعد كده على إزاي نحل الأسئلة الاختياري والسؤال القود اللي بنحذف منه المختلف وإيه الكلمة اللي نكتبها نكتبها ازاي تعالوا النهاردة بنكمل بقية الامتحان هناخد كتعة البسج او كتعة الفهم اللي بتجينا تعالوا نبدأ بيها ونفلص مع بعض الامتحان بازن الله بس بذكركم في الاول بالاشتراك في قناة الانجليزي اسهل مع ميز سارة سامي آآ بالضغط على زر الاشتراك وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط عليه وبالنسبة لصفحتي على الفيسبوك الانجليزي اسهل مع ميز سارة سامي متابعة واعجاب بالصفحة واعجاب بالفيديو ده كمان تعالوا نبدأ ونسمي الله بسم الله قطعة الفهم عشان اعرف احلها مبقى اقرأش القطعة نفسها هي عاملة زي سؤال القراءة المتحررة اللي عندنا في العربي بيبقى فيه كلمات آآ بالنسبة لسنكم انتو مش عارفينها طيب نعمل ايه بنشوف السؤال اول حاجة بقرأ الاسئلة كلها بالنسبة لي عندي طبعا فيه سؤال جاي عليها ادى السؤالين تانيين اللي هو طب تعال نشوف هنحل الاختياري منه ازاي ويه الاسئلة اللي عليه ازاي في السؤال الاختياري بيقول اللي هقرأه كامل هن بيبول سي فيلم ستارز هن ممكن في بعض بطلقوا فيكم معرفوش يفهمهم معنى السؤال ايه او هو عايز ايه زي نقط زم تمام طيب تعالوا نشوف كده هن بيبول سي فيلم ستارز تعالوا ندور عليها هنا في القطعة اهي هن بيبول سي زم انزا ستريت اللي هما زم معايدة على مين على ايه على فيلم ستارز هن زي شك هاندس وز زم يبقى انا هختار ايه شيك هاندس وز زم ما هما كتب النعم طب نجل السؤال الثاني فيلم ستارز ريهارز الوت هوين زي نقط تعالوا نشوف هكده فيلم ستارز سمتايمز زي هاف تو ريهارز اهي هارد هوين زي ميك فيلمز لما هما بيعملوا ايه ميك وين زي ميك فيلم وات دو يونج بيبل اسك فيلم ستارز تدو تعالوا ندور عليها في القطعة مع بعض ميني يونج بيبل اهو كان بيسأل علي يونج بيبل اسك فيلم ستارز تو ساين اوتوغرافز يبقى دي الاجابة اللي هما يمضلهم على الاوتوغراف وكمان ياخدوا صور معهم تعالوا نشوفوا السؤال الرابع تعالوا نشوفوا نجاوبوا ازاي من القطعة برضو هو كتب لي سؤال بهواي يبقى الاجابة بكاز انهم بيقول لطاف جدا ادي قطعة الفهم بتاعتنا نبقى ضمنين درجاتها بقى اشوف مع بعض الرايتنج ده وانا اضطت الاختار الرايتنج ده عشان ده جديد بس من خلال خلفياتكم مع البراجرافات اللي كنا بنعملها مع بعض هتعرفوا برضو وتكتبوا بيقول لي هنا اه طبعا ده ايميل طبعا طريقة الايميل تو بكتب اه اه الى وفروم يعني من والسابجر اكتب الموضوع عن ايه طب تعالوا نشوف كده بحط خط تحت ايه المهمة عندي في الايميل بحط خط تحت المقصود منه ايه بتدعوها انها تذهب معك لحديقة الحيوان طيب انا اسمي ايه قال لي بحط تحته خط وقال لي بتاعتي برضو الايميل بتاعها احط تحته خط وابدأ اكتب تو واكتب اسمها ايه واكتب مني واكتب اسم ايه واكتب ان الهدف ايه لزهب معي الى حديقة الحيوان مقدمة بتاعتي طبعا في الايميل بكتب الاول دير والاسم بتاعه وعدين كما على الصرف تحت الكما على طول ابدأ اكتب المقدمة بتاعتي كيف حالك اتمنى انك تكون بصحة جيدة انا كده اكتبت جملتين من اصل كام من اصل هو عايز اكتب سبعة طيب بعد كده هبدأ اعمل القصة بدن مكان طالب مني مكان هبدأ اعمل القصة اقول انا بالامس زهبت لحديقة الحيوان زهبت مع اسرتي زهبت هناك بسيارة والدي شاهدت العديد من الحيوانات خلصت خلاص الكلام على الماضي ابدأ اقول له بقى او اقول لها انا عايز اروح هناك يعني اخذكت الحيوان معاك منكم نشيل زير ونقول ايه أو او انقشلها اقول زير لوا هناك يعني ايه بتعوكي مثل صحيحة اي inhibiquement سوري ايونف ت proposing you to go with me ان parlament انت ذهبي معي توزه زوين جالس مطرح ما بدأت المقدمة انزل بذبط اعمل الخاتمة. اكتب في الاخر واكتب ايه اسمي. كان اسمي هنا رامي. خلاص? تعالوا بقى نشوف بعد كده. طبعا لان ما بيبقى تحتيه خط لان ما بيبقى هو في اول الكلام عندي. فبقوم على طول حتى في الاول. هنرتب مع بعض فهنقول ادى الفاعل. وبعدين الفاعل. يبقى احنا ايه? نفز من معانا الماء. طيب من فضلك اتكلم احمد الى احمدها وبعدين زي ما نقبل بيجي كما. ولو بنادي على شخص بيبقى قبل اسمه. طيب نيجي طبعا آآ بيبقى عندي الخطأ بس في الجملة الوحدة في خطائين. يعني فيها خطائين. فيها خطائين. طب انا عندي هنا الخطأ الاول ايه? ان اول حرف كابيتل مفروض. وفي الاخر فيه كوتشا ومارك عشان بسؤال. ودي قد اتاة السفاة. طيب النمبر تو. عندي كما بعد يس عصت. وابستروف آآ قبل الاز لان اختصار آآ اي اس. فحطت بدلها الابستروف.